شفى الاتحاد الجزائري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك يوم أمس عن قائمة 19 لاعبا والتي اختارها الناخب الوطني ألان بورت والتي ستخوض الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية توكيو 2021 ومن المنتظر أن تقام ذات الدورة التأهيلية بمدينة برلين الألمانية في الفترة الممتدة ما بين 12 و 14 من شهر مرس الحالي أن يسعى زملاء مسعود بركوس ضمان تأشيرة التأهيلية تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من تحقيق الفوز في المباراة الودية التي جمعته بفريق اتحاد العاصمة لأقل من 21 سنة يوم أمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بحضور رئيس الفاف خردين زدشي والدولي السابق علي فرغاني بالإضافة إلى المدير الفني الوطني عامر شفيق وتعد المباراة التي قيمت بالمركز التقني لسيد موسى في طار آخر استعدادات أشبال محمد لسات لفعالية كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة التي تحتضنها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 13 وال31 من شهر مارس الحالي هذا ونشط ناخب الوطني محمد لسات ندوة صحفية تحدث من خلالها عن أهداف الخضر في هذا الموعد القاري نتابع